السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك في الحلقة الحداشر من كرس الدكتور زيجايد هنكمل كلامنا في شطر الانترنال ميديسن وموضوع حلقة اليوم هو عن البيبتيك ألثر بتمنى تكون الحلقة خفيفة عليكم ويلا مش عايزين نضيع وقت كتير خلونا نبدأ موضوعنا قبل ما نتكلم عن البيبتيك ألثر لازم نتكلم شوية عن الديسبيبسيا وده علشان نعرف نفرق ما بين البيبتيك ألثر وبين اي مرض مشابه لها لان اهم حاجة عندنا مش مجرد تحسين الاعراض بل معرفة السبب الاساسي وحله من جزوره فمبدئيا كده يعني ايه ديسبيبسيا الديسبيبسيا دي معروفة بسوق الهضم وبمعنى أدق هي اي وجع او الشعور بعدم الروحة في المعدة وبيبقى الوجع ده في الغالب بعد الاكل طيب تفكروا ايه هي اسباب حدوث الديسبيبسيا في الغالب بيبقى في مشكلة في اربع حاجات اما مشاكل في الجي اي تي او مشاكل سيستاميك او ممكن يكون في دوا معين هو اللي عمل كده ورابع حاجة الفونكشنال ديسبيبسيا خلينا نشوف كل نقطة من دول واحدة واحدة أولا المشاكل اللي في الجي اي تي ودي زي البيبتك الثر والريفليكس اسوفاجيتس والكولييسيستايتس والبينكرياتيك ديسوردرز والهيباتيك ديزيزيزيز أما سيستاميك ديزيزيز اللي ممكن تسبب لنا الديسبيبسيا دول زي الرينا الفيلير والهايبركالسيميا والديابيتس مارليتس وثالث حاجة الأدوية دول زي النانس توريدا الانتي انفلامتر دراجز والكورتيزون والديجيتالس دول أشهر حاجة ممكن تسبب لنا عصر عضل وأخيرا الفنكشنال ديسبابسيا ودي معناها أن العرض بيحصل بشكل متكرر من غير وجود سبب واضح تيجي تعمل اندوسكوبي تلاقي مفيش حاجة تعمل اختبارات للإتش بيلوري تلاقيها نيجاتيف ما تعرفش إيه السبب بس هلاقي العرض نفسه موجود ومفيش أي سبب واضح ده اللي بنسميه بالفنكشنال ديسبابسيا تمام وعلشان نشخص المرض ده صح لازم نتأكد أن الأعراض اللي ظهرها دي هي فعلا أعراض الدسبابسيا مش أعراض مرض تاني وهعلمك دلوقتي إزاي تعرف تفرق بين المرض ده والأمراض التانية أول حاجة نوع عدم الروحة اللي بيحس بيه المريض اثنين ليه علاقة بالأكل ولا لأ وبتحصل أثناء الأكل ولا بعد الأكل ولو بعد الأكل بيبقى بعد الأكل بقد إيه وبنوع الأكل اللي بيسبب أو اللي بيزود الدسبابسيا وأخيرا الأعراض المصاحبة لكل مرض يعني لو لقيت العيان بيحس بحرقان في صدره أو انتفاخ أو وجع في بطنه أو غسيان وترجيع وكان الإحساس ده دايما مرتبط بالأكل يبقى ده دسبابسيا ولو كان بيحصل أثناء الأكل يبقى المشكلة في المريء زي الريفليكس السوفيجايتس ولو حصل بعد الأكل بنص ساعة تبقى دي لها علاقة بالجستريك ألسر ولو بعد الأكل بساعتين ثلاثة تبقى دي لها علاقة بالديودينال ألسر أما لو كانت الأعراض بتحصل بعد الأكل بثمان ساعات تعرف إنها مشكلة في الانتستن احتمال يكون فيه ابستركشن لقدر الله طيب لو لقينا أن الدسبابسيا بتحصل مع الأكل المدهن الفات ميلز نشك على طول في الكوليسستايتس التهاب المرارة ولو مع اللحوم هنشك للأسف في الاستومك كنسر أما النشا دي بتبقى مشاكلها بتظهر مع الجستريك ألسر وآخر حاجة عايزك تعرفها عن الدسبابسيا إنها ممكن تكون أسوشيات تسم تمز الأمراض تانية يعني إنه يكون فيه مرض تاني من ضمن أعراضه إنه بيسبب دسبابسيا عسره هاضم يعني مثلا لو المريض عنده الكوليسستايتس التهاب مرارة دي هلاقيها إنها بتعمل بين في الرايت شولدر والاستومك كنسر هلاقيه إنه بيعمل رابد لصوف ويت المريض بيخص بسرعة جدا وهنلاقي أعراض الميتاستيس وهكذا على حسب كل مرض زي ما فهمنا تمام قوي نرجع بقى لموضوعنا الأساسي البيبتيك ألسر قرحة المعدة كتعريف البيبتيك ألسر هي عبارة عن تآكل الغشاء المخاطي لمنطقة معينة في الجهاز الهضمي بسبب تعرضها لحمد المعدة احنا هنراكز بس في شرحنا النهاردة عن الديودينال والجاستريك ألسر طيب إيه بقى أسباب البيبتيك ألسر الحقيقة سبب القرحة دي مش بس زيادة الحمض زي ما بيحصل في الديودينال ألسر بس كمان بسبب ضعف قدرة الميكوزة على مقاومة الحمض ده زي ما هنلاقيه بيحصل في الجاستريك ألسر بمعنى أخر إن سبب القرحة حاجة من اثنين إما زيادة في الحموضة أو ضعف مقاومة الميكوزة على الحمض ده أمثلة على الكلام ده علشان نفهم واحد من البكتيريا اللي بتصيب الجسم اسمها اليتش بيلوري اختصار ليه ليكوباكتر بيلوري ودي من أشهر الأسباب اللي بتزود حمض المعدة اللي بتسبب في الغالب أكتر حاجة ديودينال ألسر وتاني حاجة استخدام النانسترويد الانتي انفلاماتري دراجز المسكنات اللي زي الأسبرين والإيبابروفين مشكلة النوع ده من المسكنات بالتحديد إنها بتوقف إنزيم اسمه Cyclo Oxygenase Enzyme فبالتالي لما الإنزيم ده يقف هيقلل تصنيع البروستاجلاندين اللي بتلعب دور كبير جدا في الجاسريك بروتيكشن فبالتالي أنا لما أخد أدوية هتأثر على تصنيع المركبات اللي بتحمل معده إذن بكل تأكيد هبقى معرض إن يحصل لي ميكوزا الإيروجان وألسريشن أي تآكل وتقرح في طبقة الميكوزا لذلك هنلاقي إن النانسترويد الانتي انفلاماتري دراجز بتسبب الجيستريك ألسر أكتر حاجة وفيه كمان معنومة مهمة إنك تعرفها إن الناس اللي عندها هاي ريسك للإصابة بالبيبتيك ألسر بنيديهم كوكسي 2 انهيبترز بدل الترادشنال نونسترويد الانتي انفلاماتري دراجز اللي بيشتغل على الكوكسي 1 بس الدراسات أثبتت للأسف إن الكوكسي 2 بتزود الرسك للإصابة بالهارت أتاك والستروك على المدى الطويل فده اللي خلينا نرجع ثاني نستخدم الكوكسي 1 انهيبترز اللي هم الترادشنال نونسترويد الانتي انفلاماتري دراجز بس الفرق إن إحنا بقينا بنكتب معاه استرونج أسد انهيبترز وفي حل ثالث برضو إن بدل ما استخدم الترادشنال نونسترويد الانتي انفلاماتري دراجز أنا ممكن استخدم البراستامول لإنه قام من أكتر حاجة كمسكن بس مشكلته إنه مسكن ضعيف وعلى عشان تفهم البروستاجلاندن ودورهم في الجسم كنا عملنا حلقة قبل كده بتتكلم عن البروستاجلاندن هسيبكوا لينك بتاحها في حرف القويل اللي حابب يتطلع عليها تمام جدا إيه الأسباب الأخرى اللي بتحمل لنا ببتيك ألسر ثالث سبب عندنا هو الزولينجر إليسون سندروم اللي يعتبر من الأسباب الندرة جدا وهو عبارة عن جاسترين بروديوسنج تيومر يعني ورم بيتسبب في زيادة إفراز لجاسترينج أسد فيرفع من حمط المعدة قوي فبالتالي بيعمل قرحة تمام طول كده الثلاث حاجات اللي بتعمل الببتيك ألسر فيه بقى حاجات تانية بتزود الأعراض وبنسميها بالأجريفيتنج فاكتورز يعني مش بتسبب المرض لأ هي بتزود شدة الأعراض ده والمرض ده موجود إيه بقى الحاجات دي؟ الحاجات دي زي الاسترس، السبايسي فود، الأكل الحار، السموكينج ومن أكبر الرسك فاكتورز هو شرب الكحولات تمام جدا نيجي بقى للكلينيكالبيكتشر إيه هي الشكوى المشهورة والأساسية للمرض ده؟ هي الكرونيك أو البريوديك دول بيرنينج إبيجاستريك بين يعني العيان هيشتكي بحرقان أو تقل متكرر في فم المعدة ولو القرحة تطورت وعملت برفريشن يعني القرحة زادت لدرجة إنها عملت ثقب فالعيان هنا هيحس مرة واحدة بواجع شديد جدا وهيقولك إنه بيسمع في ظهره ودايما الشكوى الأساسية للبيبتيك ألسر اللي هي الحرقان أو التقل ده وهيكونوا دايما مرتبطين بالأكل تمام؟ تمام إن شاء الله هنا فيه تركة بقى هنلاقي إن الجاستريك ألسر بتتعب أكتر بعد الأكل بنص ساعة والديودينة الألسر هنلاقيها إنها بتتعب أكتر حاجة بعد الأكل بساعتين لتلاتة وأهم سنبوتوم لمريض الديودينة الألسر إن البين هنلاقي إنه بيصحيه من النوم طيب إيه ثاني هيجي للعيان غير الحرقان والتقل في فم المعدة ممكن يجيله نوزيا وميلينة اللي هي دارك بلود انستول وهي ماتيميسيز اللي هو بيرجع دم تمام جدا بالنسبة بقى للعوامل اللي بتقلل الأعراض هي إنه عيان الجاستريك ألسر هنلاقي إنه بيرتاح لما بيصوم أو يتقيق فعشان كده هنلاقي بعض العيانين بيتعلموا يجبروا نفسهم يرجعوا الأكل اللي في بطنهم علشان يلطفوا الوجع شوية وعيان الديودينة الألسر هنلاقيه بيرتاح مع استخدام الأنتاسيدز أو إنه يأكل حاجة فهنلاقي إن عيان الديودينة الألسر بيأكل كل شوية علشان يسكن الألم ده باختصار الحتة دي مريض الجاستريك ألسر لما بيرجع بيرتاح ومريض الديودينة الألسر يأكل يرتاح ده كده بالنسبة للكلينيكال بيكتشر نلقل بعد كده للهيستوري هنقول نفس الكلام اللي قلناه بس على هاية أسئلة للعيان هتسأله في الأول بتشتكي من إيه؟ هيقولك من حرقان في فم المعدة؟ هتقوله إيه اللي بيزوده وإيه اللي بيقلله والسؤالين دول مهمين جداً لأنهم زي ما شفنا بيفرقونا ما بين الجاستريك ألسر عن الديودينة الألسر عن الجيرد ارتجاع المريء اللي تكلمنا عنه من حلقتين وتسأل بعد كده عن الأسباب اللي شكك فيها بياخد مسكنات ولا لأ؟ بيدخن ولا لأ؟ بيحب يأكل أكل حراء؟ وأكل فيه دهون كتيرة ولا لأ؟ وهكذا كل الأسباب اللي احنا ذكرناها فوق هتسأل عن الأعراض بتاعتها تمام نروح بعد كده للإجزامينيشن طبعاً بعد ما تاخد الهيستوري بنبدأ نعمل الإجزامينيشن الإجزامينيشن زي ما احنا اتفقنا فيه منه جنرال ولوكال إجزامينيشن الجنرال إجزامينيشن بنقيس الفايتال ساينز وبنبص على الجنرال لوك الفايتال ساينز مهم جداً هنا بتساعدنا نعرف لو فيه أي مضاعفات ظهرت على المريض فبنكتشفها بسهولة زي مثلاً لو حصل المريض ده برفوريشن هنلاقي ان الهارت ريت عالي جداً والتمبرشير هتكون عالية برضو بس ده لا قدر الله بيبقى في الحالات المتأخرة من البرفوريت بيبتيك ألثر تمام ده بالنسبة للجنرال إجزامينيشن بالنسبة بقى للوكال إجزامينيشن هنلاقي ان العيان بيقدر يحدد مكان الألم فين بالتحديد بصبوعه وده بنسميه بالبوينتت ساين ولو حسيت على بطنه هتلاقي فعلاً في مكان الألثر يعني بيكون حاسس بوجع في المكان اللي فيه ألثر وبيحدده لك بصبوعه والزبط ولو كان فيه بورفوريشن هتحس المكان ده في البطن ريجد ناشف تمام؟ أكيد بعد ما نخلص الإجزامينيشن هنبدأ نتأكد أكتر وكتر من التشخيص بالفحوصات إيه بقى الفحوصات المهمة في الحالة دي؟ هم أربع حاجات أبر جي اي تي اندوسكوبي وي اتش بايلوري انفستيجيشن و سي بي سي وستول اناليسيز نمسك هم حاجة حاجة الأبر جي اي تي اندوسكوبي منظر علشان نحدد به مكان الألثر ولازم ناخد منه بايوبسي عينة علشان لو طلع عند المريض ده جاستريك ألثر أكد ساعتها هي بناين ولا ماليجنانت ألثر لأن معظم الجاستريك ألثر لقدر الله بتبقى ماليجنانت من أولها علشان كده لازم ناخد بايوبسي تمام؟ أما بالنسبة للإتش بايلوري انفستيجيشن بنعملها لأن زي ما عرفنا في الأسباب إن الإتش بايلوري من ضمن أسباب البيبتيك ألثر والإتش بايلوري لها كذا طريقة لإثبات وجودها فبنقسم الإنفستيجيشن بتاعها لجزءين جزء النان إنفايزيف وجزء أنداسكوبي الجزء الالم lazy مثل الإليزا وفاكل أنتيجن إمellt الله ووفاكل ت alguma자 الإليزا مشة بالضرورة انها يدلنا على الاكتف انفكشن اما الفاكل انتيجن أمون اي Patrol DL سيدلون على الاكتف انفكشن علشان كده هما اللي بنعتمد عليهم اكتر من الإليزا تمان بالنسبة بقى لطريقه الاندوسكوبي بندخل بمنظار بناخد عينا ونرجع نحط العيانة اللي خدناها في جيلي بيحتوي على يوريا وبي اتش انديكاتور فلما حط العيانة لو حصل تغير للون البي اتش فده يدل على وجود الاتش بايلوري ليه؟ قلتلي ليه؟ اقولك الميكانيزم بكل بساطة الطريقة دي بنسميها باليورياز تست الفكرة هنا ان الاتش بايلوري عندها انزيم اسمه يورياز انزيم ووظيفة الانزيم ده انه يكسر اليوريا لامونيا وكاربون داي اوكسايد الامونيا اللي بتطلع دي هي اللي بتخلي الميديا قلوية فهتغير البي اتش بتاعها فاللون معانا بقى هيتغير من اللون البرتقاني لللون الاحمر فبكل اختصار كده الجيلي بيحتوي على يوريا وبي اتش انديكاتور لما حط فيه عيانة بتحتوي على البكتيريا اللي اسمها اتش بايلوري لو البكتيريا دي اكتف ومريضة عنده اتش بايلوري فعلا هنلاقي ان اللون الميديا اتغير من اللون البرتقاني لللون الاحمر تمام جدا ده كده بالنسبة للإتش بايلوري انفستيكيشن فيه طبعا تفاصيل اكتر بس احنا مناش دوع بالشغل التكنيشن ده خالص بس احنا بنحب ندي شوية تفاصيل كده ايه علشان تبقى متخيل الموضوع ونفكرك بحاجة كده من اللي انت درستها تمام جدا تالت نقطة بقى معانا في الانفستيكيشن هي السي بي سي ودي بنطلبها علشان نقيم تأثير الجي اي تي بليدينج على المريض نشوف السيرم جاسترين احتياطي علشان نطمن لو في عنده الورم اللي اسمه زولينجر ايلسون سندروم ولا لا واخر حاجة بنطلبها من المريض هي الستول اناليسيز علشان نشوف بقى هل في ميلينا ولا لا تمام قوي كده واخر حاجة في حالات النهاردة هي العلاج هنقسم العلاج لجزئين جزء تعليمات وجزء ادوية زي ما احنا متعودين جزئية التعليمات هتنصح فيها العيان كزا نصيحة كالتالي ممنوع الاكل المسبك والحراء والوجبات التقيلة اتنين ممنوع المريض ياخد اسبرين ومسكينات تلاتة ممنوع الاكل قبل النوم بتلات ساعات ويفضل انك تقسم الاكل لوجبات صغيرة وما تنساش تقلل من نسبة الدهون فيها اربعة ممنوع تدخين وشرب الكحولات اللي من اهم اسباب التهاب وقرح المعدة وخامس حاجة هنقلون انه يحاول يقلل من الشاي والقهوة والنسكافيه تمام جدا نروح بقى لجزء الادوية ادوية البيبتيك ألسر هنقسمها لأربع اقسام اول حاجة ادوية علشان تقلل الجستريك اسيدي دي تقلل يعني من حموط المعدة اتنين ادوية بتحسن حركة المعدة تلاتة الادوية المخصصة للإتش بيلوري اللي هي الإتش بيلوري ميديكيشنز واخر نقطة واخر نعمل الادوية نكلم عنه في حالة النهاردة هي الادوية المسؤولة على حماية جدار الاستمك والسموال انتستنز نبدأ بأول نقطة اللي هي الادوية اللي بتقلل حموط المعدة الادوية اللي بتقلل حموط المعدة دول زي الانتست والإتش تو بلوكرز والبروتون بامب انهيبتورز البي بي آي الانتست دي عبارة عن مواد قلوية بتعادل حموط المعدة فتقلل من الاعراض بسرعة ومضادات الحموضة دي موجودة في كذا صورة ناعمها في صورة فوارات وسبنشن ويش هو بالتابلت الفوارات دول زي الفوار فروك مثلا والجرعة بتاعته بتبقى كيس على نص كبية مية بعد الاكل اما الساسبينشن دول زي الايبوكوجيل الجافسكون ساسبينشن والمالوكس بلاس ساسبينشن والجرعتهم بتبقى معلقة كبيرة بعد الاكل ثلاث مرات يوميا وبالنسبة بقى لش هو بالتابلت اقراس المدغ دي زي الجريكودال وجرعتها بتكون قرس او قرسي للمدغ ثلاث مرات بعد الاكل دي كده بالنسبة للانتست ودي تعتبر ما بتعليكش حاجة هي بس بتخفف الاعراض في وقتها انما محلتش اي مشكلة مجرد ان انا خدت كانت الحموضة عالية خدت حاجة قليلتلي الحموضة دي او عدلتها بس نروح بعد كده للH2 بلوكر الH2 بلوكرز في منها كزا مادة بس هنهتم بمادتين الرانيتدين والفاموتدين الرانيتدين موجود في ادوية زي الزانتاك والرانيتدين اقراس الاراس دي في منها مية وخمسين وفي منها تركيز تلتمية فلو هتستخدم المية وخمسين يبقى الجرعة قرص الصبح وقرص تاني بالليل او قبل النوم لمدة اسبوعين ولو هنستخدم التركيز التلتمية يبقى الجرعة قرص واحد بس في اليوم معاده قبل النوم وهنستخدمه لمدة اسبوعين الفاموتدين عندنا زي الانتو دين اقراس وعندنا فاموتين اقراس في منهم تركيز 20 و40 ال20 يبقى قرص الصبح وقرص بالليل لمدة اسبوعين وال40 يبقى قرص قبل النوم لمدة اسبوعين واخر حاجة البروتن بامب انهيبتورز ودي بتطبر الـ drug of choice وبيستخدم كبديل افضل على الـ H2 blockers طيب ايه المواد الفعالة اللي تشتغل كبروتن بامب انهيبتورز هم اربع مواد الامي برازول والبنتو برازول واللنسو برازول والازمو برازول الامي برازول زي الاميس كابسول الامي باك كابسول والبيبزول اما البنتو برازول دول زي البنتزول تاب بنتو اللوك تاب والكنتر لوك تاب اما اللنسو برازول زي جاسترو كيور كابسول واخر حاجة لأزمي برازول زي نيكسيوم تاب والإيزو بروتوكول تاب وجرعة الادوية دي بتكون قرص قبل الفطار لمدة تتراوح من اسبوعين لشهر في ملحوظة مهمة عايزك تبقى فاكرها باستمرار وما تنساهاش ابدا اللي قلناها في حلقة الجرد هنقولها تاني دلوقتي علشان برضو نأكد على اهميتها المعلومة بتقود ان ماينفعش العيان ياخد مادة الامي برازول وهو ماشي على دواء للسيولة بيحتوي على مادة الكليوبيدو جريل وأشهر براند بيحتوي على مادة الكليوبيدو جريل هو البلافيكس وده دواء بيزود سيولة الدم بيستخدموه مرضى القلب طيب ليه ماينفعش استخدم المادتين دول مع بعض؟ باختصار ده لان الامي برازول بيأثر على الميتابوليزم الخاص بالكليوبيدو جريل بيمنع تكسيره وبالتالي تركيز الكليوبيدو جريل بيزيد جدا في الدم فيحصل المريض ده تكسستي منه والدراج دراج انتر اكشن ده موجودة كتر حاجة مع الامي برازول وماوجود برضو مع باقي مشتقات البروتين بامبين هيبترز بس بسيطة جدا اقلهم هو البانتو برازول فبالتالي لما توصف دواء لعيان بياخد بلافيكس ابعد عن الامي برازول وروح اديله البانتو برازول حلوة قوي ده كده بالنسبة للأدوية الخاصة بتقليل الحموضة نيجي لتاني نقطة وهي الأدوية اللي بتحسن حركة الامعاء اللي بنسميها بالبروكا جينيتيك دراجز وهنا في مادتين الميتوكلوبراميد والدومبريدون الميتوكلوبراميد موجود في السوق باسم البرينبريانقراس أما الدومبريدون ده موجود في الموتيليوم والموتينورم وجرعتهم بتكون قرص قبل الأكل ثلاث مرات يوميا تمام جد؟ نبدأ بقى بالثالث وأهم نقطة في الميديكيشن وهي إزاي هنموت اليتش بايلوري المحير في اليتش بايلوري إنها بتتفل نفسها تحت الميكوزل تيشو بتاعت المعدة علشان تهرب من حموط المعدة اللي بتيطل أي ميكروب وبكتيريا أصلا غير إن اليتش توب لوكرز والبروتون بامب انهيبتورز غير جافيل لوحدهم على التخلص من البكتيريا دي هم مجرد إنهم بيحسنوا الأعراض بشكل مؤقت وبترجع تاني بعد أسبوعين طيب هنعمل إيه علشان نتخلص من اليتش بايلوري؟ الحل إننا لازم نستخدم ثلاث حاجات وبنسميهم بالعلاج السراسي لجرسومة المعدة هم إيه بقى العلاج السراسي دول؟ أول حاجة بنده بروتون بامب انهيبتور ومعاها بنده أنتيبيوتكس وكمان هنده البزمس سبسل سيليت البروتون بامب انهيبتور اللي هنستخدمه بيبقى أي واحد زي ما شرحنا أشهر مثاله اللي بيستخدم في التريبل السيرابي ده هو الأميزة 20 كابسول أما الأنتيبيوتكس عندنا أربعة أنتيبيوتكس بيشتغلوا على البكتيريا دي أول واحد فيهم هو الكلايريس روميسن تاني واحد الأموكسيسيلن وثلاثة المترونيدازول واربعة التيميدازول الكلايريس روميسن زي الكلاسيت 500 أراض وجرعته بتكون قرص كل 12 ساعة بعد الأكل بساعة أما الأموكسيسيلن زي هايبيوتك واحد جرام وجرعته بتكون قرص كل 12 ساعة بعد الأكل مباشرة أما المترونيدازول زي الفلاجيل 500 أراض وجرعته بتقرص كل 8 ساعات وتينيدازول زي الفاسيجين أو البروتوزول 500 أراض دي المضادات الحيوية اللي لها شغل على الإتش بيلوري خلي بالك بقى إن أنا أستخدم مضادات الحيوية بواحد فيهم ده مش كافي لازم على الأقل أستخدم اتنين منهم ومدة العلاج تكون على الأقل أسبوعين مثال علشان نفهم أكتر هنكتب مثلا للعيان كلاريس روميسن أو الأموكسيسيلن ومعاهم هندي مترونيدازول أو تينيدازول دول بيبقوا مع البروزين بامب انهيبتور وده بالنسبة للتريبل سيربي ومع التريبل سيربي بنيدي البزمة السابسرسيلات ده وظيفته إنه بيساعد المضاد الحيوي في قتل الإتش بيلوري عن طريق إنها بتنع التسوق البكتيريا بالجاستريك إبيسيليل سيل وكمان بتوقف الفعالية بتاعت إنزيمات البكتيريا لذلك البزمة السابسرسيلات مهم جدا في العلاج بس للأسف لم يعد يستخدم بسبب إنه لي هاي سين إيس سايد إفكتس يعني هو كان بيستخدم في الأول ودلوقت بطلناه بإنا بنستخدم التريبل سيربيل وحدهم في بقى أدوية تانية بتريح العيان ما ياخد كمية الأدوية دي كلها الأدوية دي بتبقى تلاتة في واحد يعني دوقة واحد بيحتوي على كله دول زي الأدوية دي بتحتوي على زي التينيدازول بتركيز خمسمية ومعاهم اللي هو بتركيز عشرين وجرعت الأدوية دي بتكون قرص كل 12 ساعة لمدة أسبوعين تمام جدا كده عرفنا إزاي نتخلص من الاتش بايلوري بعد كده رابع وآخر نقطة في العلاج وهي الأدوية اللي بتحمي بطانة الستومات والسموال انتستن عندك نوعين إما ساكرالفيت زي الجستروفيت راس أو الميزو بروستول زي سيتوتكتاب الميزوتاكتاب وجرعتهم بتكون نص قرص أو قرص كامل كل 6 ساعات بس خلي بالك الاربع أدوية دول اوعى تستخدمهم مع الحوامل لأنهم بيسببوا الإجهاض طب السؤال تلوقتي إزاي الساكرالفيت بيحمي جدار المعدة أولا الساكرالفيت برعا بروتيكتانس ووظيفتها إنها بتحمي القرحة وده عن طريق إنها بتكون كوت أي زي بطانة كده على القرحة طب البطانة دي بتتكون إزاي البطانة دي بتتكون لما الساكرالفيت يلاقي الوسط حميدي بيتفكك ويكون آيونيك فورم الآيونيك فورم ده بيمسك في البيز بتاعت الألثر فبالتالي بيكون عليها كوت الكوت ده هو اللي بيحميها من الجاستريك أسد والبيبسين والبيل ومش بس كده ده كمان بيحفز على إفراز البيكاربونات اللي هتعادل حموط المعدة وكمان بيحفز إفراز البروستاك لندن والبروستاك لندن طبعا إحنا عارفين إنها لها دور على حماية الجاستريك ميكوزا ده بالنسبة للساكرالفيت أما بقى الميزو بروستول ده عبارة أصلا عن سينستيك بروستاك لندن اللي بتحمل معدة من الحمض الـ HCL كمان بتتقلل من إفراز الأسل وبكده خلصت حلقة النهارده اللي أقدم لكم الحلقة هو دكتور طرق معروف إعداد وتحضير دكتور محمد سليمان وشكرا جدا للمشاهدة نشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة